اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية تحتية مواصلة المساعي والجهود بكل عزم وعزيمة لتحقيق تنمية وطنية شابلة الأبعاد ومتكاملة الأركان وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه التي تعد خارطة طريق لمسار العمل الحكومي لخدمة الوطن والمواطن قال معاليه أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء ماضية في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الرامية لتعزيز اسهمات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة من خلال العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين بحب للتحدي وعشق للإنجاز جاء ذلك خلال ترأس معاليه ورشة عمل التطلعات المستقبلية وهي الورشة الختامية ضمن سلسلة ورش عمل التطلعات المستقبلية التي وجه لعقدها صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حيث استعرض سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء مخرجات ورش العمل التي تم بلورتها في 27 سياسة و113 مبادرة تغطي التطلعات في خمسة محاور هي البنية التحتية والبيئة والعمل التشريعي والخدمات الاجتماعية والعمل المالي والاقتصادي إلى جانب الأداء الحكومي والتحول الرقمي التي سيتم رفعها وما تضمنته من مرئيات ومبادرات إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاعتماد تابع معالي قائلا إن منطلقات العمل الحكومي ترتكز على خدمة المواطن الذي هو محور التنمية وغايتها الرئيسة وحرصا على استشراف أفضل الطرق لدعم المواطن وتمكينه ستعمل الحكومة على متابعة كل مستجد والتكيف مع كل طارئ وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بشكل استراتيجي ومتكامل مستندة في ذلك إلى مبادئ العدالة والاستدامة والتنفسية التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في رسم ملامح المستقبل المشرق أوضح معالي بأن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للبدء في ورش عمل لتحديد الآليات والأولويات والتي ستشكل تطلعات المستقبلية للعمل الحكومي يأتي إيمانا بأهمية تعزيز مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار والإسهام المباشر في تحديد الاتجاه الأمثل أشاد معالي في كلمته خلال الورشة بجهود جميع الوزرات والجهات الحكومية خلال الورش عمل التطلعات المستقبلية التي ستسهم في تطوير العمل الحكومي وزيادة كفاءته وفعاليته وإنتاجيته موجها شكره لأصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الورش على مساعهم التي ساهمت في صياغة مخرجات متقدمة ولجميع المشاركين من القطاع العام لكونهم أعمدة العمل في الخدمة المدنية وأساسه الرهسخ معربا كذلك عن شكره لوزرات شؤون مجلس الوزراء على ما قامت به من جهود مقدرة في التنسيق للورش وحسن إدارتها بما يحقق الهدف المرجو منها شدد معالي على أهمية استمرار تكاتف الجميع ضمن فريق البحرين لمواصلة الإنجاز واستمرار العطاء وصولا للأهداف التنموية المنشودة التي ستسهم في تحقيق المزيد من النماء والاستهار للوطن والمواطن اشتركوا في القناة تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل الحكومة مسعيها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تأتي خدمة للوطن والمواطن خلال هذه الورشة تم استعراض خلاصة العمل الدؤوب الذي نتج من خلال خمسة محاورة تم البت فيها والتي أتت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة والي العهد رئيس مجلس الوزراء ضمن الاستراتيجيات التي وضعت لتتماشى مع الخطط الحكومية الطموحة طبعا سبقت هذه الورش خمس ورش عمل شملت عدة محاور مهمة معنية بتطوير العمل الحكومي واسهاماته وانتاجيته وشهدت اسهامات كبيرة من جميع عضاء فريق البحرين المشاركين وإن شاء الله نتطلع أن تكون مخرجات هذه الورش منطلق للعمل الحكومي في المرحلة القادمة بما يخدم الوطن والمواطن بإذن الله محور البنية التحتية والبيئية والمحور التشريعي ومحور عمل الخدمات الاجتماعية والمحور المالي والاقتصادي ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي هذه المحاور الهامة أثبتت حرص الحكومة على دعم المواطن من خلال الاهتمام بأبرز الموضوعات بما يصب في المصلحة العامة تأتي هاي الورش لتعزيز إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة اللي أرسد عامها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا تهدف هاي الورش إلى استشراف التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي من خلال تدارس أفضل السبل والممارسات لتطويره وزيادة الابتكار والكفاءة طبعا هاي الورش تأتي إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أو تتمحور في مجملها حول خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته هنا محور التنمية وغايتها الرئيسية مملكة البحرين تعمل بشكل دائم وبمشاركة مختلف الأطراف على توفير حلول تلائم المتطلبات المستقبلية بكفاءة وحيوية تحت ثلاث كلمات رئيسية العدالة والاستدامة والتنافسية خمسة محاور تمت مناقشتها في ورش عمل التطلعات المستقبلية أكدت حرص كافة المشاركين على تعزيز العمل الحكومي بهدف المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين